مرحبا عن جديد معانا معاوية طرمان مبارح اللي حضر نجم الأردن وشاف كيف تنقل بين ست مزعين مشهورين بين معلقين الرياضيين قدر يتقنهم إتقان يعني تغمض عيونك وتفكرهم أنه قدامك خلينا نتعرف على معاوية طرمان أول وبعدين نرجع نتكمل عم أعاية كيفك؟ تمام شعورك؟ مية بالمية الحمد لله يعني مبارح أنت للأسف يعني ما حالفك الحظ في نجم الأردن لكن حالفنا الحظ إحنا أنه تعرفنا على واحد موهوب مثلك لا طبعا الحظ اللي أنا بنهاية بظل كاسبان انتعرفت على عائلة رؤية قناة رؤية عائلة كثير من بسط معهم كثير شوفت حالي فيهم وبلشت أطلع في الدنيا عن طريقهم وهذا شيء يشارف إلي والله غير أنه الجائزة غير أصل نهائيات كمان طيب عشان الناس اللي ما بيعرفوا معاوية مثلا فتتهم حلق تنبارح لسبب ما خلينا نشوف بهالتقرير الصغير عن معاوية صبح صبح يا عبوا صبح حق بناو يا راق يا رفي يا رفي يا رفي يا رفي يا ر филь يا رفي يا رفي يا رفي السلام عليكم السلام ورحمة الله تود أن أعمل حق تفضل أقول لك أنا أريد خمس خرفان عندك أولا عمل حق عندي 100 مية خمس خرفان يا لهوي يا ساتك رسول الله ألو أب محمد الزيك أخويا والنبي خمس خرفان أولا مش تعقلين من نبي أقول لك ما عندك هنا لا عندي مقود بس المجلس النواب الأردني عمل عليه اختدار حنته أولا أي يا أخي أنا أبي في السحل عندك شو عندك بلدي أولا عمل حق عندنا كل حق عندنا أسترالي 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 وعندنا أسترالي عمل حال بلدي أولا يا زميش الأوردن هذه عندكم حاجات طيب أقول لك غلما يجي خرفان وأنا طالب من المطار وصلت دوارة الثامن أخدت اليمين لقيت السادس أولا عمل حق هو السابع راح أولا راح أولا عمل حق أنت عارف با أنت عارف السادس الثامن البياد أولا يا أخي أنا ما أبي كده مريت لقيت برجين في الأوردن كمار كده يعني كده رطرت أولا يعمل حق دو مسلينة مسلينة أولا يعمل حق دون مية مية عمل حق دون اللي بعو بعوها وأنا ما دللاش حق يعمل حق يا أخي أنت كم صالك في الأوردن خمسة عشر سنة أعمل حق حافظ كلمات أردنية حاجات أردنية أولا أعمل حق هيلوهيك إيش يا سلمة معك بريزة أحسين الزحمان كل حق أولا حافظ أولا يا أخي طيب أحضر حضر حضر لحمة ماشي أعمل حق هل تركبنا أولا أعمل حق أولا سلام عليكم أزاكي حبايا بابا العربي حييكم كل موقتين إيه أعمل حق أعوزي ما ليش عندك شغل يا أخويا أنا عاوز أشتغل بس سمعت في مصر إنه الشاب الأردني بيكون نفسه شهرين ويكوز إيه أعمل حق شهرين يكون نفسه من ديشي إيه ده بيكون نفسه أولا لا يا حبوب أنا سايب وراي أربع شركات كل شركة أماش وخمسة عشر فلدار وقايل سايبوا للمال دي وقايل أردن يا أعمل حق دي المجلس النواب بقى كاونتر استراي تحتخى أولا كلنا مع تخبيط أخي تاني يا أعمل حق دول يا أعمل يصروحوا جديد إنهم يرفعوا رواتبهم كلهم قالوا حاضر وصار رواتبهم ألف الواحد وإحنا نقول ليه خبز حاف خلاص حبوب السلام عليكم أي الرجل ده السلام عليكم هل أعمل حق تفضل غالبك أو سمحت بدي بدنار لحمة بدنار لحمة بدنار لحمة يا أعمل حق دينار يا أعمل حق دينار يقول لي دا 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 تحبني على بلدياتنا من جيراني هنا من الأردن يا أعمل حطي بدنار إن شاء الله بيطلع لي وقيت لي يا أعمل احنا أنا راضي خلاص يا أخو يا أبوحا حطلتنا كيلو أحسان بي أوه عتقيدة ذاني مرة احنا شاء بردن طعم من الأشياء الخبز نضل على الخبز ونقول الحمد لله والأردن اسمه عالف وظل عالف خلاص يا أعمل حظ هي دراما خلاص خلاص يا أعمل حق خد تلقلك عدمة أولا هي بدنار باش أنا مزوود لك دي شايف دي مزوود عملك طيب شكرا بس رغمات كلنا أخذها سوية شوربة وقل أنا أولادي ونقول الحمد لله وتعيشون أردن ويبقى أردن أردن شو يا معاوية انت شو بتعمل بالحياة ممثل الكوميدي في بداية كنت مع طاقم صدرد ولان ما زلت معهم يعني يعني عشانيك كنت عم بتقدي سكتش مش إنه واحسس مقلد أصمار هي لما تلعب دورة الشخصية تقلدها وتأخذ منها روح التمثيلية وروح الكاركتر بتيجي أقوى يعني تضرب منه شخصيتين بشخصية الليمبي متمر إليه أكشنات وجه خاصة إليه يعني طريقة حكي خاصة فهي لما تعملها وتلبس سليكورز متاعته تتير تلع حلوة عشان تقلد أصوات للناس بتطلب تتعب حنجرتك طبعا فيه تتعب فيه أرهاق بتوخي الطاقة لجسمك تسحب كل الطاقة يعني ففيه مرات أنا قلد أصوات بأرق كثير إنه كل الطاقة بتسحب عندي طب بتتمارس أي نوع بتمرين لحنجرتك آآ التمرين لي أصوات المرتفعة واطي مرتفعة مرات يعني بالليل بقعد أصرخ في البيت فالحد يقول لي شو مالك بسيك من هالتدريب الصراخ حلو طيب اليوم في مباراة مهمة كتير بالليل أنت أنت أش بتشجح يا رب يا رب يا رب العشرة يا رب أنا مدريدي متعصف آه والله طيب وأنا نتلك مدريدي أنا اليوم يلا بناخد العشرة بس فيك ومفسوط إن شاء الله الله كريم طب هيك حطنا بأجواء المباراة من هلا يكحمسنا لكل عشاق الكرة ولكل الأحلام ينتظرون نذر مساء أحلى الذكريات بأحلى القلوب ريال مدريد الإسباني بين القمة وبين الفغرة وبين انشلوتي وزيزو وبين تفكير سميوني هو المدرب الوحيد العالمي الذي أوقف هجمات أفضل لعبين العالم من ميسي ورونالدو لكن هذه الليلة والله يا ستار استروا علينا يا ستار وخلي الريال كل المسوى التاريخ يقول لك ما رأيت واتعص من أربعة شاب استدعيته للعشاء يطب المزيد وشاب يريد الانتحار عمره مديد وشاب يلبس القديم ولديه الجديد وحينما سألوني عن الرابع قلت معلق لا يعلق على ريال مدريد حالو يبقى أنت مدريدي كتير حالو أنت مبارح بنجم الأردن قلت أنه إذا تتأهل للنهائيات راح تقلد راح تعمل سكتش مؤتمر قمة قمة عربية كنت أحب أعمل أولدت أهلت كمان كنت أعمل فيديو كليب لاغاني وغنين مشهورين من عبد الحليم وجورج وحمد منوية راحات معراقي بس أنه ما حالفنا لحد وهذا شيء لسه بداية طريق نحن إن شاء الله يا ربي جميع يتوفق اللي تأهلوا وستحقوا اللي تأهلوا ويظلوا أخواني يعني بهمني أنه أعرفت ناس كثير حلوين منهم والله يوفاهم جميعا كتير حلو عملنا قمة عربية خلينا نكون متفائلين فيها لأننا القممة العربية دائما بس نأخذ قرارات فعملنا نضحك شوية بالعادة منزعل لأنش نزعل لأننا بالعادة لما نشوف قمة عربية منزعل فإحنا لقد بدنا نضحك في بداية مع أمر قذافي قمة عربية يقول لك هذا تقلل أنا تقلل هذا أمام وأنتم أنا تقلل هذا أمام ثم رأى هذا الشعب المنصر هذا الشعب الأردني وكان أظن الأردن عند استقلال وقال أملك حسين أظن في بعض المنقلات بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كانت الأسود تربط بالجلبات على أكتاف السفوح وفوق القمم بيدها القليل من السلاح وفي قلبها الكثير من العزم بالله والوطن وتفجر زئير الأسود الله أكبر ولقد وهبت لكم ابني عبد الله لتكونوا رجالا مخلصين ويكون عليكم قائدا وتكونوا من أجل هذا تراب الوطن حفظ الله الأردن وشعبها الطيب وكل عام هو أنتم بعلف خير حيلو مبارح لما استلمت نتيجتك أنك على المسرح كنت متوقع أنه تطلع ولا كنت متأمل أنك مكمل صراحة صراحة أداء مبارح توقعت أني أتهل لأنه شفت أني عملته بالنسبة للمشتركين بدنا نلغنا عملت شهله طيب اتنقلت من الصور عملت 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 مدريد في لوبشونع في نهاية عبدالوربا وأيضا قولة وقوع المونديال عشرين يوم يفصلنا عن نهاية على الكاس العالم في البرزيل معنا على الصوتيات معلقين العرب يصطفين هذا عجمال لحظات علي سعد الكعبي علي محمد علي فارس عوض ومشفو العدوان وأيضا سامشوالي ومني أيضا روفي خليف نرى الأمور مع علي سعد الكعبي كيف ترى الأمور قبل موقعة الريال مدريد وأتلاتكم مدريد شكرا للزميلة روفي خليف مشاهدين الكرام شكرا لقناة رويا شكرا لنجم الأمور تأتي لريال مدريد الإسباني تأتي لرونالدو والرفاق لكن سميوني الكبير جدا ينتظر هذه اللحظات أنا ليك ميال ولا غيرك على البال يعني والله صحيح العبارة أنفع أكون مغني يوما ما بهذا الصوت شكرا للزميلة علي سعيد الكعبي أيضا مشاهدين لكن أشواء من الإمارات العربية نذهب إلى مصر علي محمد علي هل تسمعني شيدا طيب ما رح توقف حياتك يعني مرح هاي الموهبة في هنا أنت أكيد رح تكمل هلأ بس شو بمجال شو رح تكمل أنا بالبداية ربدي أدرس دراس هي أول إشي أهم إشي عندي هلأ بعد ما تعددت النج من أردن شفت حظي فيه حاب أدرس تنتيله مسرح اللي هي قوينة على التقليد وتمثيل على الشخصيات وإن شاء الله أحب أعمل برامج كثير حلو كوميدية وأعمل إن شاء الله تفيد رمضان مع رؤيا إن شاء الله لأن رؤيا نحن موقعين معها حصريا وهذا طبعا شرف إلي أنا أكون مع رؤيا وإن شاء الله لأقدام يعني رح أكون إشي كثير حلو إن شاء الله الناس ويجي مبسط منه وفيه إشي بالي إن شاء الله وإن شاء الله لأنه رح لي مفاجأة المفاجأة مفاجأة؟ إمتى المفاجأة؟ هذه برمضان أه عربوا باللسه عربنا وفيه مفاجأة بكاس العالم حيلو يعني كمان عشرين يوم إن شاء الله وإنت حضيرات من هلأ إن شاء الله من تتوقع نجم الأردن؟ أنت مين بتحب؟ شايف الموهبة؟ الله العظيم أنا أحبهم كلهم الحب شي بتوقعاتك للموهبة اللي عم بتشوفها شي تاني أنت مين تتوقع يكون نجم الأردن؟ أنا ما بد حد يزال مني من المشتركية بس أنا حكي بصراحة لأن هذا رأي كل إنسان له رأي وكل بد يحترم رأيي أنا بتوقعها بين ثلاثة ما بحكي لك بس ثلاثة بحكي لك من الأقوى من الأضاف من الأضاف زيف الصفة دي؟ أي من الفرحات بلا لحبيت أنت توقع المنافسة ستكون بين هذول الثلاثة بين الثلاثة وأنا توقع بين ثلاثة قوية مستحيل ما بدرش تطلع أقول أيمن بس أيمن قوي أنا صراحة بحب صوت أيمن أنا حكيت بدلت بحب صوتك وسيف موهبة ما بدرش حكي عنه لأنه عمره صح وأداؤه الصوته أكبر من عمره ولما بارح غنى الموال مع حايرة كثير عجبت فيه أنا كثير مبسوط لأنه نجح مبارح يعني اللي عوضنا خسارتي نجاح الحمد لله رب العالمين وبلا لل ما شاء الله صوته وابتسامته ووقفته هيك حلوة يعني له حضور على المصر أحبنا فإن شاء الله كل ما خسرناه إن شاء الله ظل متواصلين ظل إخوانه حبايب نهاية برنامج بظل يعني وهي خسرانه فيه فايز أكيد نحن فايزين بمعرفتك معاوية طرمان أحد المشاركين في نجم الأردن كسبناك والأردن شافتك وعرفت إيش موهبتك إن شاء الله إنك بتنميها وبتسير يعني معلق رياضي على مستوى الدول العربية إن شاء الله معاوية إحنا حبين نشوفك في ربعا هلا يمشي اطلع بره اطلع فاصل اطلع فاصل نطلع فاصل